السلام عليكم كديري لبس عليكم تمنى احوالكم تكون باخر اليوم غنشارك معكم مملحات كيجوا رائعين وكيجوا ولداد بزاف وبمكونات سالة هكا كنشرونهم على برات نشرونهم غاليين ولكن لصيبناهم فالدرك يتقاموا علينا رخاص بزاف وكيجوا ولداد واحد لدى فيهم ما تشبعوش منهم اول حاجة منسوا الصلاة على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله وغامشون شوفوا طريقة تحضير والمكونات في النفس الوقت عندي في نضيف واحد القصرية غنضي ربعة زلاف تيل تقيق الابيض تقيق الفورس اللي غادي نغرب له انا عبرتو هكا غيب زلافة باش هكا كنعبر كيلو مضبوط تقدروا انتم ما تكون عندكم هكا معبور وغادي نغرب له غنضيف واحد الكاس اللي مخلطنا بين زيت البلدية والزيت نباتية تقريبا نص نص باش هكا كيجوا نلداد نضيف واحد مئتين وخمسين كرام ديال زبدة انا استعملت هنا ديال بواطا قدروا تستعملوا اي زبدة عندكم معلقة ديال السكر سانيدة وبالنسبة للجبن انا توفرت هذا المربع وهذا المثلة ما بيناتهم بجوج تقريبا نضيف واحد معلقة ديال زرعة القصبر الملح اللي تايتن ديرها بزيد واحد المعلقة صغيرة ديال بودر التومة يلا ما توفرتش لكم ديروا دريز زيال التومة حكوك يعطي مادا قزوين صافي وكنضيف واحد العلبة ديال ياغورت كن نرملها الدقيق مزيان ضروري في هاد المرحلة نخدمه الدقيق مزيان باش كتدخل في هكا الزبدة ويجيون مرقين يجيون زمين بزيف كتدخل في هاد المرحلة انا هنا مني ما ترمي لها تقريبا غادي نضيف هنا العلبة ديال الياغورت غادي نعبر بها المرحلة عندي هنا العلبة اللولة وغامدة نجمع فلعجينة على هاد المرحلة حاولوا ما تديروش المرحلة بزيف بقاو ادرواها كغيب شوية انا تقريبا هزيات لياش يجوجوا نص من هاد العلبة ديال الياغورت سنجمع العجينة نقطعها على 3 أزاق قطعها على 4 قطعها انا نضيفها على 3 قطعها وكل جزء سوف نسمو هكا باش هكا يجونا المطاقات مختلفين وعلى حساب دك شلي كتبغي ونتومها بالنسبة للجزء الاول انا سوف نسمو هنا سوف ندلي معلقة الخلقوم البلدي والجزء الثاني سوف ندلي معلقة الفلفلة حمراء والجزء الثالث سوف ندلي الفرماج محكوكو شوي زعتر هكا والهريسة نضيرها فيهم كاملين هكا بزيت شوية باش يجو شوية حارين إلا بغيتهم مجو حارين بزيف ديروا في العجينة المرة اللولة تكترو هكا شوية انا رتق البندر صغير واحد المعلقة صغيرة الاحساب هكا لكانوا عندكم دراري صغار سوف نعجنها بالنسبة للفلفلة حمراء سوف ندليها هكا شوية الماء باش تطلق هذيك الفلفلة وغندخلها في العجينة مزيان على هات الشكل وبقات لي هذي اللي بزعتره جبن هيا غادي ندخل في هذك الجبن مزيان بالنسبة للمنسيمات كي بقوا لكم اختياريات قدروا تديروا العطرية دي الحوت قدروا تديروا العطية دي الشوارما المهم اللي توفر لكم والحاجة انك هالي كتفضلوها ديروا غنجمعهم هنا كاملين هكا ندليهم سلوفا وغادي نخليهم باش تطرخها العجينة وكنخدمها بسهولة كتتورق لي بسهولة هنا غندي العجينة اللولة اللي درت معاكم دي الزعتر والفرماج غادي نشكلها هكا بالمدلك غادي نطلقها وغندها هنا بأبيض البيض باش هكا كرشها بالبابو وكي لسقلية وغنجيب الجرارة اللي تنقطعوا بها غادي نقطع على هاتشكل را ما كي ياخدوش وقت بزاف ردغية كي يوجدو حاولوا تفرشوا ليهم هكا البابيكويسون ورق دي الفران باش كتفزوا العجينة كاملة في مرة وكديرواها في الطاوة وكدخلوا مي طيبو بالنسبة الجزء الثاني اللي بالفلف الحمرة احتوا غادي نطلقوا بها تشكل هكا غنديلي واحد بلاستيك الفوق باش كي جيني ساهل وتنطلق العجينة مزيان بالنسبة لهذا الشكيل هذا درتليه الطابع هو يدرتليه الطابع اما الشي الاخر خدمتهم هي بالجرارة كي جي هاد شكيل هكا زوين تقدروا تدرو اي طابع توفر لكم مشي بطرورة يكون هاد هاد دائري صفي هنا مني شكلت هاد شكيل كي جي زوين غادي نحييد هادوك الزوائت هنعاود نخدمهم غا نجمعهم هكا ونحن ندروا في واحد البلاستيكا باش كنعاود نطلقهم ونشكلهم هنا غادي ندهن بابيض البيض على هاد شكل وغا ندير واحد اللوزة تقدروا تديرو كاوكا ولا توفر لكم المهم اللي كان عندكم قديوا به اغي هي الاهم هم هاد المملاحات كي جيوا رائعين تقدروا تديرو مغي هاكاك بلا ما تديرو اليوم هاد الزين را كي جيو الداد غا نعاود ندير شوية ابيض البيض الفوق هذه اللوزة باش هاكا كتبت ومكتاشينا لدخلناهم الفران غا ندخل هاد شكي الي طيب وغا نمشي معاكم العجينة اللي بقالية اللخرى ديال الخرقهم من البلدي تاي غادي نطلقها بنفس طريقة دارولي كديروا واحد البلاستيكا الفوق وكتورقوا العجينة را كي بغي وجوا ورقاق بزاف حاولوا ما تخليهم شغلاط باش ميجيكم مش مع الجنين را وخا ما فيه مش الحميرة را كتدخلوا من الفران وكي تنفخوا لانا كنديروا ديك طريقة ديال كنرموا له هاكا الدقيق بالزبدان في اللول را كي جو زوينين وكي جو مرقيم كيف ما غا تشوفوا معايا في الاخر ديال الفيديو هنا غادي اندهنها تاي بابيض البيض مزيان من بعد ما قاديتها وقاديت لها جنب ديالها اندهنها مزيان وغرشها بالحبوبية الزريعة اللي عندي قادروا ديرو حتى الزريعة الخضرات هي عندي واحد شوية تاي غا ندير واحد طرف هاكا اللي غا يبقى لي غا نديرو بهذا الزريعة الخضرات مهم وغادي انتبتها حتى هي نفس طريقة نتبتهم هاكا بابيض البيض باش هذيك الزريعة ميكا تحيدش ليه وخاك يدخله طيبو وبالنسبة لهذا الشكي يل غا نقطعه على شكل متلاتات المرة اللولة غا نقطعهم كامي على شكل هاكا طولي ومن بعد غا دي نقطعهم على شكل مربعات وغا نبدك ندليهم ديك شكل ديال متلاتات طريقة اللي سهلة وواضحة كي جزوين هاد شكيل خضروا تقطعهم غا عشوائي ماشي بالضرورة هاكا ولا تقدروا تخضلوهم على شكل مربعات هاو مارا تيجو زوينين ولا على شكل صباعات راني فيتلي مشاركة معاكم مملاحات هاكا شكيلات آخرين بلا طوابع غا بجرارة وكتنوعو هاكا ذاك شكيل اللي بغيتو كتديرو بالنسبة المملاحات اللي فيتلي مشاركة معاكم اغنخلي لكم رابط اسفل فيديو هاكا باش كتنوعو هاكا وكتشوفو شكيلات اللي مختلفين وغيب جرارة غندقلو منتايبو ورجعو نشوفو شكل نيائي ديالهم هنا منخرج شمو الفران هادا وشكيل ديالهم كيجيو رائعين وكيجيو لف المنظر ولا في المدق ديالهم صراحة شي حاجة اللي طب وكيف شفتو معايا سهلين ما كياخدوش وقت بزاف راكا تحضرهم في ساعة المقانة لانا كنخدموهم بطريقة سهلة كيف شفتو كنديرو كل شي في ورقة طايو تنهزو تنحطو في الطاوة ما كياخدوش وقت الا هادا شكيل ديال طابع اللي هو اللي كنهزوه وإلا بغيتو هاد العجينة تخدموها كاملة بالطابع تاييرا كتجيو زوينة المهم انا سهلت عليكم دروري هكا تسمعوني التقرمشة ديالهم انا كيجيو واحد اللي بضاء ومقرمشين وخاكا يبقوا مدة طويلة ما كيوقع عليهم والو وكيجو بحالة بالعجينة المورقة شوفو كيفاش الفييطاج ديالهم وهذا هو الفيديو ديالنا ديالنا اليوم تمنى يكون عجبكم ولي عجبكم الفيديو ما تبخلوش اليابي لي لايك هكا باش كيشوفوه ناس اخرين ولي ما زال ما مشتركاش كنقولها شاركي باش يوصلك كل جديد ديالي وشكرا لكم وإلى فيديو قادم ان شاء الله